السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في نونة هند ميت يارب تكونوا بخير إن شاء الله الفيديو النهاردة هنعمل حاجة من بوائي الخرز خفيفة وبسيطة وبإذن الله تعجبكم لكن أتمنى ناخد جولة في القناة وبإذن الله تعجبكم وتنفذوا بعض المشغولات اللي فيها أو كل واحد يشوف اللي ناسبه إيه وينفذه طبعا نشترك ونفعل مفتاح الجرس بإذن الله تعجبكم القناة الفيديو اللي فات عملت معاكم الفيونكات دي عملتها بمقاس عشرة يعني النماذج كلها كانت بمقاس عشرة تقدر تنفيذي بمقاس ثمانية أو ستة أو أي مقاس تحبيه الخرز المدور أو المضلع أو الخرز الدرس اللي هو المط أي نوع خرز ينفع معاك دولا كانوا بالغرزة السداسية ودي برضو خرز شفاف سداسي ولكن كان بالغرزة الربعية ودي النموذج اللي أنا هكمل شغلي عليه النهاردة هجمع الفيونكتين مع بعض وهنعمل ميداليا مجسمة بالشكل ده طبعا احنا قلنا ممكن تتعمل على توكا تتركب على سلة على قلبة منذيل على أي حاجة على حسب ما يناسبك انتي وعلى حسب احتياجك أنا هنفذها النهاردة بشكل بسيط على الميداليا كلها هتكون بالغرزة الربعية زي ما احنا عملنا المرة اللي فاتت هنحتاج الحلقة دي الموضوع بسيط ومش مكلف عملت فيونكتين وطبعا هسيب لكم اللينك بتاع الفيونكة اللي هو الفيديو اللي فات في صندوق الوصف وبرضو هيكون ظاهر معاكم في شاشات النهية بإذن الله الفيونكتين برضو بالغرزة الربعية هنجمعهم مع بعض هناخد جزء من الخيط هشتغل بالخيط ستين أنا اخترت ستين طبعا ممكن سبعين لكن أنا اخترت ستين علشان همشي في الخيط كتير فهحتاج ان أنا أتحرك يعني ألف الخيط كتير بين الخرز فالإنه طبعا بيبقى فيه عقد فما يتعبنيش يعني في الشغل أنا هجمع بالغرزة الربعية هجيب كده الفيونكتين مع بعض وهدخل طرف الخيط والشغل ده احنا عملناه قبل كده الطريقة دي نفزناها في حاجات كتير قبل كده وهاخد الطرف التاني وهدخل فيه خرزة واحدة وبعدين أروح للفيونكة التانية يبقى أنا كده أصبح معي كان معي طبعا خرزة في الفيونكة دي وخرزة في الفيونكة دي حطيت واحدة ما بين الفيونكتين وهجيب الاتنين كده قبل بعض بالشكل ده هجيب الاتنين كده مع بعض بالشكل ده كده بقى معي كام؟ تلاتة تلاتة خرزت واحد اثنين تلاتة باقي واحدة علشان أكمل الأربعة هجمع الطرفين كده مع بعض بحيس يكونوا نفس الطول تقريبا يعني يكون في النص الخرز يكون في النص وهاجي مثلا للطرف اللي في ايدي اليمين ده كده هم تقريبا نفس الطول وبعدين اخد الخرزة رقم اربعة وادخلها في الطرف اليمين وبعدين ارجع فيها تاني بنفس الشكل اللي احنا متعودين عليه عشان تكون لي الحلقة بتاعتي واسحب الطرف التاني من الخيط واعمل العقدة وتأكد كويس جدا ان العقدة دي داخلت جوة الخرزة اللي انا بشتغل عليها اللي هي دي تمام كده يبقى دي اول حاجة عملتها هاجل الطرف الشمال ده هدخل الخط في الطرف الشمال اه الطرف الشمال في الخرزة دي وادخل الخط التاني الطرف التاني في الخرزة دي دلوقتي هدخل الخرزة بعد ما اعديت الخيط في الخرزة دي والطرف التاني عديته في الخرزة دي هجيب خرزة واحدة وهدخلها في الطرف اللي في ايدي اليمين وارجع فيها تاني علشان اعمل الحلقة واسحب الطرف التاني اللي بناحية الشمال من الحلقة بتاعتنا وبعدين نقفل بغرزة ربعية اهي الخرزة بتاعتنا تحت جوة اهي هي دي تمام كده ونشد العقدة كويس خطوة اللي بعد كده همر برضو في الخرزة دي والخرزة دي واحط خرزة واحدة واعمل غرزة ربعية بنفس الطريقة شايفين لان انا شغالها بخيط ستين الخرق الخيط بيعدي معي بسهولة حتى في الغرز اللي فيها عقد وبرضو هو جامد يعني مش هيكون ضعيف ولا حاجة تمام كده هنحط خرزة واحدة برضو ونقفل بغرزة ربعية دلوقتي انا عقدير في الخرزة دي كمان كل اللي بعمله ان انا بوصل كل الخرز قبل بعضه دلوقتي انا وقفلت عند الخرزة دي وبعدين عديت الطرف اليمين هنا وعديت الطرف التاني هنا والمفروض ان انا اكمل غرزة ربعية واحد اتنين تلاتة محتاجة واحدة باجي في طرف من الاتنين اللي انا بشتغل فيه عادة بيكون الطرف اليمين وارجع تاني الخيط فيها وبعدين اسحب الطرف التاني كده اللي هو الطرف الشمال ده وبعدين اعمل العقدة وبجيب الخرزة كده في مكانها واريحها بحيس اقفل الغرزة الربعية شايفينها اللي تحت دي كده انا قفلتها همر برضو في الخرزة دي والخرزة دي واحط واحدة بس واقفل بربعية وارجع امر هنا وهنا واحط خرزة واحدة بس واقفل بربعية بالشكل ده اكون قفلت الجنب اول جنب معي اهو كله غرزة ربعية وصلت هنا وقفلت بالخرزة الاخيرة دي برضو ربعية هطلع بقى الجنب اللي فوق ده هدخل طرف الخيط هنا والطرف التاني هنا يبقى انا معي تلاتة محتاجة واحدة بس علشان اكمل الاربعة واعمل غرزة رباعي رباعي على واحد يعني الخرزة الاصلية واحدة بس هنكملهم اربع اسحب الطرف التاني خلاص مفوض انه احنا دلوقتي خلاص اتعودنا على الغرزة الرباعي والسوداسي والحاجات دي كلها برضو همر بالطرف هنا والطرف التاني هيكون هنا واحط خرزة واحدة بس وارجع مر هنا وهنا واحط خرزة واحدة بس بحيس اكمل كل مرة بكمل اربع خرزات بس علشان اعمل غرزة رباعي كده انا قفلت كمان الجنب التاني او شايفين ادي اربعة 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 كلها غرزة رباعي بعدين هتضاي اربعة للجنب اللي لسه مفتوح عندي ده ده وده هلف كده بالخيط ادخل طرف ناحية دي وطرف في الخرزة التاني واخد طرف من الاتنين وادخل فيه خرزة انا بكمل اربعة كل مرة بحطوا واحدة علشان اكمل اربعة خرزة دايما واحدة في الطرف هنا وتنين بجنب بينهم وادي واحدة البدور دلوقتي همر في الخرزتين دول واحد هنا وطرف هنا وطرف هنا وصلت دلوقتي لاخر جنبي معي وب HEL gorf الآخر في الخرزة الي على اليمين والطرف التاني كل فيهم كدم between الجنبين بدخل طرف فيه ان انا عندي فيهم كتين قبل بعضهم واحد فتلة هنا او طرف من الخيط هنا والطرف التاني هنا وباخد طرف من الاتنين من الخيط وبدخل خرزة واحدة بس كل مرة خرزة واحدة بس وبرجع فيها تاني هي نفسها علشان بتكون لي الحلقة دي وبعدين اصحب الطرف التاني من الخيط بتكون لي الغرزة الربعية بالشكل ده شايفين كده قفلت معي الغرزة الربعية الطرف اليمين ده هدخله هنا والطرف التاني هدخله هنا واحطت خرزة واحدة بس كده خلصت اخر غرزة معايا طبعا انا بعمل دي وصلت الحلقة وانا بشتغل لانها كانت جاية في الطرف هنا حط عشان نسيبها في الطرف كده وصلت الحلقة وانا بشتغل لكن هنا انا بدأت من الجنب فبالتالي الخرز خلص معايا في الجنب وانا عايزة الحلقة تكون في الطرف يعني هنا كده مش عايزها في وسط الجنب كده هنا فانا دلوقتي هتكون بس مضطر اعمل حركة تانية انه انا اخد الخط كده والف بيه لغاية ما وصله للجنب ده وبعدين يعني ايه اه اسبت الحلقة بتاعتي في الطرف طبعا لو انتي في الطرف الخط هتاخذيها معاك وسط الغرز وتقفلي عليها على طول ما فيش مشكلة فانا حابة انها تكون في الجنب مش عايزها تيجي في يعني عايزها هنا في طرف في الزاوية دي مش عايزها تكون هنا مش عايزها الحلقة تكون هنا يعني انا وانا بشتغل دي كانت كنت وصلتها اصلا في وسط الشغل لكن هنا انا ما وصلتهاش فانا دلوقتي هاخد طبعا الحلقة بتاعتي كده واجي هنا في الزاوية وهتطر ان انا اربط الطرفين كده مع بعض بحيث تكون جمدة يعني ما تفكش مني وبعدين الخط ده هاخده والف بيه لكن هو في الاصل زي ما كنا عاملين الميداليات اللي قبل كده بناخدها ما بين الغرز بتاعتنا واحنا بنشتغل كده بناخدها معانا في وسط الخيط علشان تكون جمدة فما فيش مشكلة دلوقتي انا هجمد عليها برضو كده بالربطة دي ومش هتبلى انه الخيط شفاف تمام كده وهاخد بقى بقية الخيوط دي كلها هاخفيها على مسافة بعيدة علشان تكون حتى بعيدة عن المكان اللي انا ربطت فيه خلاص انا كده لفيت بالخيط وخلاص عالقت الموقف وما فيش اي مشكلة وجمدة جدا ومتينة وهتعيش معاكي كمان ما فيش مستحيل قدامنا يعني ان شاء الله ده شكلها النهائي وان شاء الله تعجبكم نفزوها بأي نوع خرز ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتقولولي رأيكم في التعليقات بشكركم جدا للمتابعة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته